اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقوى طرق التربية على الاخلاص ان اللي حواليك يكون ناكر للجميل وما يكونش بيشكر فساعتها لما ما يشكرش هو ويكون ناكر للجميل انت بترجع نفسك هو انا بعملها لله ولا ليهم لو ليهم ما يستحقوش طبعا على طول لو في خير اسحبيه على طول لكن لو انت من اهل هذه الاية وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا والكلام ده موجه لكل زوج مراته مش كويسة لكل زوجة جزها مش كويس ومر حد وقف وقال لي كده بالنص كده قال لي مراتي جحدة شوف الكلمة عاملة ازاي شوف استخدم اكبر لفظ لحد بينكري بتجحد احساني ليه وطبعا مشهور برضو شكوة الستات ان هي ايدة صابعة على شمع والراجل قاعد 24 ساعة على القهوة مع صحابه وخلاص وانطنشها دي فترة تربية ذاتية المبدأ انك انت من جواكي انت تكوني كويسة وانا هقول لحضرتك حاجة اعملي لنفسك واعملي لربك انت لما تكوني كويسة انت يتبقي كويسة وتبعثي كويسة بين ادن ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من قتى الله بقلب سليم فعملي لنفسك حتى لو ما ما يستحقوش لكن الارقة والاعلى والاشرف اعملي لربك لما ربنا يبص عليك ينظر ليك يلاقيك على مراده ففيش احلى من كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر